موسيقى التاسعة في العصيمة طرابلس حياكم الله وأهلا بكم إلى هذه النشرة والبداية بالعنوين الولايات المتحدة وخمس دول غربية تدين الهجمات على الموانئ النفطية وتدعو القوات التي تحركت نحوها للانسحاب الفوري دون شروط واشتباكات في المنطقة الممتدة بين راس لنوف والسدرة مستشفى مصرات يعلن استقبال جثمانين وثلاثة جرحة من قوات البنيان المرصوص أمس الاثنين وافريكم تؤكد شن 143 غارة على تمركزات ما يعرف بتنظيم الدولة في سرط منذ أغسطس الماضي موسيقى تجدد الاشتباكات بين شورى بنغازي وقوات عملية الكرامة في محور العمارات الصينية فجر اليوم ومركز السرايا للإعلام يتهم الكرامة بتعمد قصف العائلات في جنفودة رغم بعضها عن الاشتباكات حياكم الله وأهلا بكم إلى التفاصيل دانت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا الهجبات التي استهدفت موانئ الزويتينة ورسلنوف والسدرة والبريغا مطلع الأسبوع الجاري ودعت حكومات هذه الدول في بيان مشترك جميع القوات العسكرية التي انتقلت إلى منطقة الهلال النفطي للانسحاب فورا دون أي شروط مسبقة وطلب البيان جميع الأطراف بوقف إطلاق النار بشكل فوري والامتناع عن أي أعمال عدائية أخرى وتجنب أي عمل من شأنه أي ضر بالبنية التحتية للطاقة في ليبيا أو مواصلة عرقلة صادرتها من جهة تانية أكد البيان عزم الدول الست على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2259 الخاص بتدابير المتعلقة بصادرات النفط غير المشروع والأنشطة التي يمكن أن تلحق ضرر بالمؤسسات المالية للدولة الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط والكيانات والأفراد وأضف البيان أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق هو الوكيل الوحيد لموارد النفط في البلاد مشددا على ضرورة أنه تبقى عملية الأنتاج والتصدير تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق والتي تعتبر السلطة التنفيذية الوحيدة في ليبيا داعيا في الوقت ذاته إلى الوحدة في مكافحة الجماعات الإرهابية وخاصة عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة هذا ويستعرض مجلس الأمن الدولي مساء اليوم في نيويورك تطورات الأزمة الليبية حيث سيقدم كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتين كوبلر ورئيس لجنة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا بموجب القرار 1970 إحاطتهما عن تطورات الوضع في ليبيا وبحسب الموقع الرسمي لمجلس الأمن فإنه من المقرر أن يناقش الاجتماع الوضع في ليبيا قبل الدخول في اجتماع مغلق للأعضاء يليه يليه استعراض عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أضف الموقع أن إحاطة رئيس البعث مارتين كوبلر ورئيس لجنة العقوبات ستتم بعد عملية استعراض عمل البعثة مباشرة ردود فعل دولية واسعة أعقبت الهجمات على موانئ الزبيتينة ورسلنوف والسدرة والبريغة النفطية مطلع الأسبوع الجاري حيث دعت كل من حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في بيان مشترك لها دعت جميع القوات العسكرية التي انتقلت للهلال النفطي إلى الانسحاب الفوري دون شروط الدول الغربية الست طالبت أيضا بالوقف الفوري لإطلاق النار وعدم القيام بأي أعمال نيدائية تضر بالبنى التحتية النفطية كما أكدت أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمؤسسات التابعة له الوكيل الوحيد لموارد النفط بالبلاد حكومات الدول الغربية الست أكدت كذلك عزمها على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 المتعلق بصادرات النفط غير المشروع في ليبيا أو أي أنشطة تضروا بوحدة المؤسسات المالية للدولة الليبية والمؤسسات الوطنية للنفط وبدوره جاء بيان الاتحاد الأوروبي متطابقا مع بيان الدول الكبرى الست بما في ذلك تأكيد الأوروبيين مواصلة العمل لتطبيق قرار مجلس الأمن بشأن تدابير صادرات النفط غير المشروعة في ليبيا بحسب البيانة المبعوذ الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر دعا كافة الأطراف الليبية إلى احترام قرار مجلس الأمن القاضي باعتبار حكومة الوفاق الوطني السلطة الوحيدة في البلاد والامتناع عن احداث أي أضرار بالمرافق النفطية ومن جهتها اعتبرت الخارجية التركية في بيان لها أن الاعتداء على موانئ نفطية رئيسية في الهلال النفطي يمثل تحديا صريحا لحكومة الوفاق الوطني ويخالف قرارات مجلس الأمن الخاصة بالاتفاق السياسي ردود الفعل الدولية سبقت استعراض مجلس الأمن الدولي لتطورات الأوضاع في ليبيا مساء الثلاثاء في نيورك استعراض لم يستبعد مراقبون أن يثمر عن نتائج دعمة لحكومة الوفاق الوطني ولكن يبقى التساؤل عن كيفية المساعدة الدولية في بسط حكومة الوفاق لسلطاتها في البلاد وفي مقدمتها الهلال النفطي المتوتر حاليا على صعيد متصل أكد وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتلوني أن العمليات العسكرية في منطقة الهلال النفطي من شأنها أن تؤدي إلى الزعضة الاستقرار وعملية السلام في ليبيا وقال جينتلوني خلال إحاطة برلمانية قدمها اليوم الثلاثاء أمام لجنتي الخارجية والدفاع في البرلمان الإيطالي أن الوضع غير مستقر في الهلال النفطي مشيرا إلى وجود مقرات لمنشآت نفطية رئيسية تتبع شركات عالمية من بينها شركات إيطالية وفي شأن المتصل أعلن وزير الخارجية الإيطالية أن سفير بلاده الجديد جوزيني بيروني سينتقل في أقرب وقت إلى طرابلس فور توفر ظروف الملائمة لذلك أفد معاون وأمر الكتيبة 152 الموالية لقوات عملية الكرم عامر بوشرادة سيطرة قواتهم بشكل كامل على المنطقة الممتدة من الزويتين وحتى بن جوهد وأضاف بوشرادة لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عددا من منتسب حرس المنشآت النفطية من مجوعة الصفوة تواصلوا مع غرفة عمليات سرط التبعة لقوات عملية الكرم من أجل تسليم أنفسهم بشكل طوعي بحسب قوله ذكر سلاح الجو التابع لقوات عملية الكرم أن مقاتلته الحربية استهدفت رتلا عسكريا متحركا بالقرب من منطقة راسلانوف أوضح سلاح جو قوات عملية الكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الرتلا حاول الاقتراب من منطقة راسلانوف من ناحية الشرق مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة يشار إلى أن طيران قوات عملية الكرم كان قد شن عدة غارات جوية على منطقة الزويتين والسدر ومعسكر الشام في مدينة جدابيا قالت رئاسة الأركان الجوية تبعة لقوات عملية الكرم أن طائراتها الحربية استهدفت عدة مواقع بالقرب من الشركة التركية الوقاعة في منطقة جنفودا وأضافت رئاسة الأركان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن مقاتلاتها نفذت عدة طلعات في منطقة الهلال النفطية مضيحة أن الغارات الجوية ستتواصل على مدار الساعة وأشار السلاح الجو إلى أن الطلعات التي يقوم بها تهدف لمسندة القوات البرية التابعة لقوات عملية الكرم المتقدمة غربا لتأمين منطقة الهلال النفطية قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتح المرمي أن عقيل صالح أصدر تعليماته لرئيس حكومة الأزمة عبدالله الثني بأن تتسلم المؤسسة الوطنية الموحدة للنفط الموانئ في منطقة الزويتين والهلال النفطية أوضح المرمي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عقيل صالح طالب المؤسسة الوطنية للنفط بتكليف حرس المنشآت النفطية الخاضعة لسلطتها بحماية الموانئ النفطية مشددا على أن هذه الموانئ تمثل قوت الليبيين ولا يمكن إلا أن تكون تحت تصرف المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة بحسب قوله هذا قد قال عضو مجلس النواب جبال الشيباني إن الهدف من وراء السعي إلى سيطرة على منطقة الهلال النفطية يتمثل في تحسين الاقتصاد وتسريع تصدير الخام الليبي بحسب تعبيره ونعرف جيد نية القيادة العامة في هذا الأمر ونية مجلس النواب مجلس النواب والقيادة العامة نيتهم واضحة وسليمة هي رفع معاناة المواطن الليبي تحسين الاقتصاد الليبي محاولة للسراع في تصدير النفط حتى يرفع المعاناة عن الليبيين إلى ذلك اعتبر النشط السياسي أحمد روياتي أن الهجوم على الموانئ النفطية هو محاولة لابتزاز الأطراف الداخلية والمجتمع الدولي من أجل ضمان وجود خليفة حفتر في المشهد التوافقي القادم تواجد حفتر داخل المشهد والكل يعرف أنه خارج المشهد السياسي التوافقي حاول إدخاله بفكرة المجلس الجماعي لمجلس أفكري وغيرها كلها لن تلقى قبولا ولا زال المشهد على ما هو عليه ورواه في مكانه لذلك انتهز فرصة لإتخاذ خياره الآخر للتحديد أو لضرب ضربة جديدة على الأرض لكي يهدد بها أو يبتز بها الأطراف الليبية ويبتز بها حتى المشهد الدولي للضغط لإدخاله للمشهد لذلك توجه إلى المعاناة المشهدية هذا قد اعتبر نشط السياسي مفتاح لملوم في نشرة سابقة إن ردة الفعل الغربية على دخول قوات عملية الكرامة لمنطقة الهيلان النفطي كان متوقعا بسبب رفض هذه الدول لأي عامل قد يؤثر على المنشآت النفطية الواقعة في تلك المنطقة بحسب قوله لا بد أن نعرف أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يقبل صناعة النفط في ليبيا أن تتأثر بأي شكل من الأشكال وبالتالي كان متوقعا أن نكون رد الفعل الغربي عنيفا وشديدا على هذه القوات والتي هي خاصة أنها قوات كلها مرتزقة من جماعة العدل المساواة ومن قبل التبتشانيين المجندين ومرتزقة يترقون رواتب من حافتر حافتر لا يمتلك جيشا في موضوع آخر قال الناطق باسم مستشفى مصرات المركزي أكرم جليوان إن المستشفى استقبل يوم أمس جثمانين تابعين لقوات عملية البنيان المرصوص عقب الاشتباكات الدائرة في مدينة سرد ضد عناص لما يعرف بتنظيم الدولة هناك أضف جليوان لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المستشفى استقبل أيضا ثلاثة جرحة إصابة أحدهم حرجة كما نوه جليوان إلى ارتفاع إجمالي الخسائر البشرية لعملية البنيان المرصوص منذ انطلاقها إلى أكثر من خمسمائة وثلاثين قضوا نحبهم وما يزيد عن ألفين وخمسمائة جريح أعلنت القيادة العسكرية للقوات الأمريكية في أفريقيا أفريكم تنفيذ أربع غارات جوية على تمركزات ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرد يوم الأحد الماضي وأضافت أفريكم على موقعها الرسمي أن الغارات الأخيرة قد استهدفت تسعة مواقع لتمركزات ما يعرف بتنظيم الدولة أضحت القيادة أن إجمالي عدد الغارات التي نفذتها الطائرات الأمريكية في مدينة سرد منذ انطلاق عملية فجر الأوديسا بداية أغسطس الماضي وحتى يوم الأحد الماضي ارتفع إلى مائة وثلاثين غارة جوية من جهته توقع المحلل العسكري والسياسي عدل عبد الكافي في نشرة سابقة الانتهاء من معركة سرد قريبا نظرا للتضييق العسكري والاستخباراتية الذي تفرضه قوات عملية البنين المرصوص على عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة فيما تبقى من أحياء المدينة معركة سرد هي قابة قوسين أودنا أن يتم الحسم فيها نظرا للتطويق الأمني والتطويق العسكري وهنا أقصد التطويق الأمني وهو الاستخباراتي وأيضا تطويق العسكري من خلال القوة على الأرض المشكلة من الجيش ومن الثوار ضد تنظيم الدولة فقد تنظيم الدولة العنصر المفاجأ وعنصر الهجوم لأن تنظيم الدولة تكمن قوته في عمليات الهجومية ففقد هذا العنصر قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي أن بلادها ستبدأ في تشييد مستشفى ميداني عسكري في مدينة مصراتا استجابة لطلب علاج الجرح الليبيين من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ونقلت وكالة إيكي الإيطالية عن بينوتي قولها أن المعركة ضد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة كانت صعبة للغاية أضحت وزيرة الدفاع الإيطالية أن الجرح بحاجة إلى مساعدة طبية مشيرة إلى أن بلادها قامت حتى الآن باستقبال جرح الاشتباكات في المستشفى وإرسال الأدوية إلى ليبيا في مدينة بنغازي أفد مركز سرايا للإعلام بتجدد الاشتباكات بين مجلس شورى بنغازي وقوات عملية الكرامة في محور العمارات الصينية فجر اليوم أضحت النفذة الإعلامية لمجلس شورى المدينة أن قوات عملية الكرامة قصفت ننطقة جنفودة بالمدفعية الثقيلة مشيرة إلى أن الاستهداف كان بشكل عشوائي وكانت قوات شورى بنغازي قد أعلنت صدها لهجوم واسع جنته قوات الكرامة على محوري العمارات الصينية والحظيرة الجمركية في عملية عسكرية جديدة غرب مدينة بنغازي إلى ذلك قال مراسل مركز سرايا للإعلام عصام المغربي أن قوات عملية الكرامة تقصف منطقة جنفودة التي تقطنها العائلات بشكل متعمد على الرغم من أنها بعيدة عن أماكن الاشتباكات بحسب قوله أوضح المغربي أن قواتهم تزال تحفظ على كامل التمركزات السابقة نافيا سيطرة قوات عملية الكرامة على أي محور وأفاد مراسل مركز سرايا للإعلام بأن مجلس شورى بنغازي قام بتوزيع الأضاحي وملابس العيد على العائلات العالقة في منطقة جنفودة نواصل هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار وفيها بعض الفاصل الحجاج الليبيون يرمون الجمرات في أول أيام التشريق وبعثة الحج تؤكد أن أوضاعهم الصحية جيدة الولايات المتحدة وخمس دول غربية تدين الهجمات على الموانئ النفطية وتدعو القوات التي تحركت نحوها للانسحاب الفوري دون شروط واشتباكات في المنطقة الممتدة بين راسل نوف والسدرة مستشفى مصرات يعلن استقبال جثمانين وثلاثة جرحة من قوات البنيان المرصوص أمس الاثنين وأفريكم تؤكد شن 143 غارة على تمركزات ما يعرف بتنظيم الدولة في سرط منذ أغسطس الماضي تجدد الاشتباكات بين شورة بنغازي وقوات عملية الكرامة في محور العمارات الصينية فجر اليوم ومركز السرايا يتهم الكرامة بتعمد قصف العائلات في جنفودا رغم بعدها عن مناطق الاشتباكات أهلا بكم من جديد قال الناطق باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم أنه تم يوم الاثنين الإفراج عن مواطنين ألمانيين احتجستهما قوات حرس المنشآت أو حرس السواحل الليبي بعد دخولهما إلى المياه الإقليمية الجمعة الماضية أضح قاسم لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه تم الإفراج عن الألمانيين بعد التأكد من أنهما يعملان ضمن منظمة إنقاذ المهاجرين واللاجئين في المتوسط وتأكيدهما أنهما دخل المياه الإقليمية الليبية دون قصد وفض الناطق باسم القوات البحرية الليبية بأن حرس السواحل الليبي قام بمصادرة القارب الذي كان على متنه الألمانيين حتى استكمال الإجراءات القانونية أعلنت مجلة ديرش بيجل أن ألمانيا تخطط لإرسال ما يقرب من 650 جنديا من قواتها للانضمام إلى مهمة جديدة لحلف الشمال الأطلسي لمكافحة الإتجار بالبشر في البحر المتوسط وتصدي لتهريب الأسحة لما يعرف بتنظيم الدولة وقال الديرش بيجل أن الإتلاف الحاكم في ألمانيا يسعى إلى تقديم خطة للبرلمان تدعو إلى استمرار مشاركة ألمانيا في عملية حارس البحر التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي حتى شهر ديسمبر من العام القادم أكد المتحدث باسم المجلس البلدي باريخ خليل خليفة استثباب الأوضاع الأمنية في المدينة خلال عيد الأطحى المبارك وعدم وقوع أي خرقات تفسد فرحة العيد على المواطنين أوضح خليفة لقناة ليبيا لكل الأحرار أن القوات المحايدة من قبيلة الحسونة تتمركز في مواقعها بعدد من المناطق في المدينة للمحافظة على سرايان اتفاق المصالحة بين مكوني التابو والطوارق وقال المتحدث باسم المجلس البلدي باري أن المدينة تتعاني نقصا حدا في الوقود والسيولة وطرح الأحمال في فترات بلغت ثلاث ساعات حسب قوله أكد رئيس لجة الإعلامية لبعثة الحجي الليبية للموسم الحالي أيمن جليدي بدأ الحجيج الليبيين في رمي الجمرات الثلاث خلال أول أيام التشريق وأضاف جليدي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن بعثة الحجيج الليبية باتت الليلة الماضية في مشعر من بعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة في أول أيام عيد الأطحى المبارك مشيرا إلى أن الوضع الصحي للحجاج جيد هذا وقد قال رئيس لجنة ترتيبات بعثة الحجي الليبية للموسم الحالي النيذ إبراهيم إنه جرى صرف الحوالات المالية لأكثر من 90% من الحجاج الليبيين وأشار إبراهيم في نشرة سابقة إلى أنه سيتم منح باقي الحوالات للحجاج عقب رجوعهم من مشعر ميناء بعد يومين حسب قوله من جهته أكد عضو لجنة العليا لبعثة الحج للموسم الحليعة للمجراب أن الوضع الصحي لجميع الحجاج جيد مشيرا إلى خلو الموسم الحالي من أي صعوبات واجهت البعثة الليبية توفيت فجر اليوم في منطقة شكشوك أكبر سيدة معمرة في ليبيا وهي أم المير أحمد الأسود عن عمر يناهز 122 عاما وأوضح أحد أحفاد أم المير محمد سلطان لقناة ليبيا لكل الأحرار أن جدته من موليد عام 1894 ميلادي لافتا إلى أن حالتها الصحية شهدت مؤخرا تدهورا جراء عامل السن مؤكدا أنها لم تعاني طيلة حياتها من أي أمراض مزمنة إلا ضعفا في السمع والبصر وبحسب سلطان فإن لدى جدته أم المير سبعة أولاد ذكور وخمسة إناث إضافة إلى 247 حفيدا عدى المضغفين وقد عاشت جزءا من حقبة أو من حقبة العهد العثماني إضافة إلى أنها شهدة على الاحتلال الإطالي وعهد الملك دريس السنوسي كاملا نهاية الجولة الإخبارية من ليبيا لكل الأحرار لهذه الساعة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها الولايات المتحدة وخمس دول غربية تدين الهجمات على الموانئ النفطية وتدعو القوات التي تحركت نحوها للانسحاب الفوري دون شرط واشتباكات في المنطقة الممتدة بين راس لنوف والسدرة مستشفى مصرات يعلن استقبال جثمانين وثلاثة جرحة من قوات البنيان المرصوص أمس الاثنين وافريكم تؤكد شن 143 غارة على تمركزات ما يعرف بتنظيم الدولة في سرط منذ أغسطس الماضي تجدد الاشتباكات بين شهور بنغازي وقوات عملية الكرمة في محور العمارات الصينية فجر اليوم ومركز السرايا للإعلام يتهم الكرمة بتعمد قصف العائلات في جنفودة رغم بعضها عن أماكن الاشتباكات إلى هنا تنتهي النشرة ولمتابعة المزيد من الأخبار يمكنكم متابعتها على ليبيا الأحرار تيفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب كما يمكنكم متابعة البث الحي للقناة على لايفستيشن دوت كوم وننوه مشاهدين الكرم إلى أن برنامج العاشرة يناقش بعد قليل ردودة الفعل الدولية المناددة بالهجوم على منطقة الهلال النفطي شكرا لكرم المتابعة وضمطم في أمان الله اشتركوا في القناة